لكنه يا بش مهندس وليد أزاره وإنت كنت كثير الدفاع عنه والإيمان بقدراته والإحساس بأهميته لأنه النهاردة حوار الحياة شايفه مهم كان في المصر اليوم الراجل تحدث بوضوح شديد جدا لا يخشى منافسة صلاح محسن حتى ترحيبه لغة لغة لعبة النادي الأهلي إن أنا مش خايف من أي منافسة برحب بصلاح محسن لعب مهم جدا زي ما هو قال قال بس احنا كلنا مع بعض في خدمة الفريق ما فيش أبدا تفضيل لمين هيلعب ولا إحساس لواحد متداي أنه فيه لعيب تاني جيه ولا حاجة قال بالعكس وفرة عدد اللعيبة المتميزة في مركز واحد لصالحنا كلنا لأنه هدفنا خدمة المجموعة قد إيه وليد أزاره تشرب نظام النادي الأهلي وقدر ينصهر في هذه البوتاقة عنده إحساس كبير جدا بالامتنان تجاه الكابتن حسام البدر ومسندته له عنده تقدير لقيمة النادي الأهلي حتى لما بيتكلم على عروضه أو غيره قالك أنا لعيب في النادي الأهلي وسعيد أن أنا لعيب في النادي الأهلي مؤكد من أول يوم وليد وصل أنا كنت مندهش لأنني ما سمعتش عنه وما هواش إفريقي كما تعودنا وأنا بقلق شوية من النجوم الكبار اللي في الشمال الإفريقي لأنهم بيبوز حالتنا ما بيتقوش المنافسة ما بيتقوش يعني عايزين ييجوا نجوم فالرجل ده جاه مش نجم ولكنه تم تنجيمه بعد مقاومة شديدة من الناس اللي مش مقتنعة به لكن أنا اللي يوصل كتير يطمني وبيوصل بقدراته الخاصة الرجل بيضغط على كل كورة في الملعب رأس حربة كما عايزوا محطة بيكون محطة عايزوا يضغط من قدام بيضغط من قدامه بيغلط الخسمة مرة واثنين وثلاثة وحنشوف النهارده في الماتش بتاع الاتحاد عملية وبعدين أصبح النهارده يستطيع يلعب الكورة المركبة خادوا كورة على سيدر وزق خطوة وشاط قبل كده كان بيتعامل مع كورة من لمسة واحدة في تصرع اكتسب ثقة كمان هو النهارده 11 جول يعني ينافس على لقب هده في الدول محدش زائد عدد الأسست أو المساعدة اللي عملها حتلاقيه أكبر لعيف ومصر لو شفت عدد ضربات الجزاء اللي تسبب فيها التي احتسبت والتي لم تحتسب هيبقى رقم غير مسبوق أيضا لمهاجب صحيح إذن أنا ما كنتش الآن عليه أنا كنت يعني بس عايز الناس كنت الآن لو شخصيته ضعيفة وكانت أسهر بالحملة كان ممكن يصور ويغضب ويحبط وكده لكن هو شخصيته قوية شخصيته عقلة كمان ما بيروحش بقى يغيص لما بيكسب بالعكس راجل هادي ونفسه هادي والتعليقاته هادية ده حتى قال قالك أنه لما اهتز بالحملة التي اتعرضت لها هو عارف ما فرقتش معايا أنا 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 بقولك العيب بإذن الله حيبقى كويس وبإذن الله لو صار على درب دربة صلاح محسن حيبقى عندنا السنائي سريع مرعب على المستوى الإفريق خلي بالك لما اهتز مش بالضرورة واحد يجي على حساب واحد ده بيديك مرونة تكتاكية ممكن نلعب الاتنين لما تلاقي اتنين بالسرعة دي وبقى ديك شوفته يعني قصة حنقشها في حين تمام